اشتركوا في القناة 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 لانها غادي تطيح لكم هاد الخالط ديالكم ديالها جينواز. بالنسبة لطريقة التخليط بغيتي تخلطي بيدك حلي صباعك وبدأي تدخلي يعني مشيت مشيت تتوركي باش هكا ما تطيح شو تبقى يعني مهزوزة بغيتي تدخلي بسباتيول بهذا الشكل فحاولي انك تدوري من تحت الفوق باش تدخلي اذاك الدقيق بدون انك ما تطيحي هادك الخالط اللي طلعنا من قبل. فهنا اه غادي ندير هاد غادي نحاول انه ينغرب للدقيقة دي هذي فغادي نزيد فيه صاشية ديال كاكاو كي ما قلت لكم من قبل لانه بل يا معطاش اللون اللي انا بغيت فهنا يا غادي نستمر ونستمر بالنسبة للفرن في هاد المرحلة بنات انا درتو كي يسخن من الفق ومن تحت الفرن ديال الكهرباء الى عندكم كذلك الفرن ديال الغاز غادي تسخنوه من قبل وغادي تنقصو درجات الحرارة الاقصى درجة لانها رقيقة ضغيكة طيبنا اولا غادي تطيب لكم من الفق والتحت غادي تبقى لكم يعني خضرة بالاخص مني ادرنا يعني كيكا عادية غادي نقسموها الى درتو كيكا طبقات ماشي مشكيل واخد جهدو الفرن فراها ضغيكة طيب او كتخرج هنا يا ونيت حتى ديال الفرن البنات فراها ضغيكة طيب واخدرت جوج ديال الطبقات فشعلت فقط من التحت حتى اطلعت وتحمرت واحد شوية بحشكل ديال كيكا قدرت ليها وشعلت عليها شوية من الفوق باش دك الطبقة الفوقانية شدت راسها عاد طفيت وخرجتها بالنسبة لكيفاش غادي نحطها في المول ديالي انا حطيتها في واحد المول اللي كي دكلي كيتحلو كيتسدو ماشي اللي عندهم هديك اللاطال تحت لكن دكلي سيخ اللي كيتراصيو بيهم في الاخر هو فاش طيبتها وما طيبتاش فيه بوحديتو يعني عادي فرشت ليه ورق المطبخ ومن الجواني بدهنت بشوية ديال زبدة ودت كذلك ورق المطبخ باش هكا ما تلتسقليش لا جنواز ديالي من جنب وما تخسرش ليه والحمد لله الحمد لله نجحت هاد الطريقة يعني ما تخسرت ليش لا جنواز ديالي من الجوانيب نهائيا جت كأنها طيبا في مول عادي فحاولت اني يندير هاد المول باش هكا ما تضيع ليش يعني الجنواز تاخد لي الحجم اللي انا بغيت من الول اني نديرو بيها وفعلا الحمد لله جت هي هديك مع مع الساكل والتنفخات يعني اعطتني جوز ديال الطبقة اللي انا بغيت اه بالنسبة للنات اللي بغي يزيدوا طبقة اخرى يعني يجيهم ثلاثة ديال الطبقة فيزيدوا زوج ديال البيضات ويديروا ثلاثمية وخمسين جرام ديال السكر هادي من جيها باش اجيكم تعطيكم ثلاثة ديال الطبقة هنا اعطتني جوز ديال الطبقة فقط وبصراحة حاجة زوينة زوينة بزاف المضاق ديال احتوها تهوافن جاء روعة والله اللي بنت تصدقوني فهنا غادي نخشيها في الفران وغادي نخليها حتى تتحمر لي ونخرجها من بعد ما تتحمرت لي نخليها غير تبرد واحد شوية وغادي نغلفها بالسلوفان اكيد من بعد واحد المرحلة اللي انسيتها هي ان انا كان نقلبوها بحال شكل الكيكة واش طابت من الوسط ولا لا يعني نلقينا فيها مازال داخل فنضوها واحد شوية ولو يكون الفران طفيغي في دكسة هدرا غادي تزيد تكمل طياب ديالها فهنا غادي نحاول انني نغطيها واحد ثلوفان من بعد ما بردتها اللي بنت اكيد لانه الى غطيتوها كي خرجتوها من الفرن فغادي تجي وغادي تلقاوها فاز قبل العرق وغادي تتعجل ليكون من الفوق يعني خليوها تتبرد عادي اغطيوها من الفوق وخليوها باش هكا كيرجع لها ذك شوية ديال الصهد ديالها وما كتتكملش القصوحية يعني كتجيه شيشة اعتادر فهنا يا غادي ناخد لاجين وازيالي حيتها من المول ونحاول انني نقطعها فهنا بديتها بالخيط من بعد بلي هاد الخيط باللي راحا في واخديتها غير باللموس وكانت النتيجة حتى هي نفس النتيجة يعني غير بالنسبة للبنت اللي فوش يقطعوا باللموس فممكن استعملوا الخيط لكن الخيط يكون ماضي باش يقطع ليهم للكيك بسهولة وما يعدبهمش هنا خليت هاد الموس المنشر ونتوفر عند اي واحد راكي يتبعوا مع مع بزاف ديال المقالي او لاي حاجة شريتها راكي يكون فيها هاد الموس هادا فكان قطع به بعد الشكل هادا نحاول انني انفرقهم واحد اللي بحاجة بنات قطع لي الفيديو هنا لكن غدي نقول لكم غير بفمي شنودرت اه من بعد ما غدي نطلع هادا الشانتية هادي انا مولفك ان اخد هولالا لكن ما لقيت هاش متوفرة لقيت بتوفرة هاد الماركة هادي واستعملتها حتى هي جد زويلة بصراحة رغم انني اضفت عليها بعض الاضافات باش هكا كتجيد كتقسح كتر لان واخا هكا كما كيكونوش هادلي شانتية يعني تقال كما كيكونو الشانتية اللي كيخدو بيهم مولين المخابيز لان مولين المخابيز كيخدو كياخدو واحد سطلة الكبيرة كيكون فيها كنضن شي خمسة كيلو يعني ميمكنش المرة تخدم في الضار بيها من غير لانها كنت كتخدم يعني او لاشي حاجة بحال هكا وممكن انكم تاخدو ديال العبار من عند مولين المخابيز حتى هي كتكون زويلة احسن بكتير من هادلي شانتية ديولي كيكونو غاليين واخا كيكونو يعني تقال ما كيجوش في كتقولي ديال اللي شانتية اللي كنناخدو بالحالويات ديال الزنقا اه على ايين غادي نديرو هنا تقريبا كاس ديال السكر ساني دا وكيبقى يعني حسب الضوق يعني كاس كاس واربع كاس ونص ممكن ان كي الذوقي والزيدي. آآ لاشونتي ديالكم باش تنجح لكم فضروري تكون في التلاجة ليلة قبل ما انكم تخدموا بيها. كذلك هذوك الموس باش غادي تطربوا يكون حتى هو في الفريقو. كذلك اللي غادي تخدموا فيها تكون في التلاجة باش يعاونكم باش تضغيا يطلع لكم الجنواز ديالكم. الى ما درتوش هاد الشي كامل فراها غادي تعطل لكم آآ لاشونتي ديالكم باش انها تطلع. وهدي عالية جدا يعني ما تقوليش لاشونتي راها خاسرة لانك ما استعملتش هاد شي بزاف ديال العيالات كي يجيبو الشونتي نيش من عندمو المحلات وكيخدمو بيها. هادا غالط. ضروري تدوز 24 ساعة في التلاجة. ماشي في الفريقو. الى درتوها في الفريقو. كيوليو فيها واحد الحبيبات راها الشونتي ديالكم كاتسمى اخسرات. وخاط لعليكم اخسرات. ماخسكمش تديروها في الفريقو نهائيا. في التلاجة التحت فقط. وحتى في التلاجة التحت لكانت تلاجة ديالكم كاتدير التلج. فما تحط ما تقيصوش بيها الحيط ديال التلاجة. باش هكا ديك الطبقة لي كاتقيص الحيط ما تجمدلكمش. هنا يا زدت واحد العلبة ديال الجبن كيبقى اختياري حسب الرغبة. وخلطت زيان زيان درتها في تلاجة. حتى وجدت الكيك ديالي بالنسبة الكيك ديالي اللي بنات هنا في نقول لكم تقطع لي الفيديو يسمحوا ليها بزاف بزاف. فحطيت الطبقة الاولى وسقيتها بالسيرو اللي درت فيه معي ديال القهوة. سريعة الدوابان كاس ديال السكر آآ سانيدة. كاس ديال لماء. درتهم وحركتهم واحد شوية حتى تخلطوا مع بعضياتهم. ممكن تديروهم فوق النار لا بغيتوا انا ما درتهمش فوق النار. وسقيت بهم الكيك ديالي في الاول. تقيوها مزيان. كل ما سقيتوها كل ما كاتجي مزيان را كاتنشوف من بعد. وقدرت الطبقة تانية من الكريم. درت عاو تاني طبقة اخرى من الكيك. عاو تاني دوزت عليها الكريم. وآآ قديتها وحاولت انني نحط هاد الاسماء بهاد الشكل هادو اللي صيبتهم في واحد الموتيف ديال ماشي ديال السيلي ممكن لكان عندكم ديال السيليكون تديروه لكن انا اخذت هادو كل عاديين ديال خمسة دراهم. وآآ كتبت فيهم الاسم من بعد ما لونت الشوكولات بالملوين الازرق اللي كيتبع عندما للحلويات غاد قولي يعطيني ملوين ديال الشوكولات فغادي يعطيه ليك. وخديت هاداك الموتيف ديال سبيدرمان كيدير كان ضن ثمانية ديال دراهم كيتبع. فكات اخذه وكاتقطعيه على الشكل اللي انتي بغيتي. وكاتقطيه. وآآ بديت كنحط هاد هاد الهابي بير داي اللي صيبت كي ما قلت للكم. باقى الكاك ديالي في السيحكل اولى الحلوة ديالي في الوسيحكل ديالها ما حيتهاش. من بعد ما غادي نكتب هاد الاسم هادا. فغادي ندخل لها للتلاجة اولى للمجمد من الاحسن تقريبا غير واحد مص ساعة الى كنت مزروبة عليها. وغادي نبدأ باش نخدم بيها. بعد ما كندخل هالتلاجة فكتشد لي راسا شوية عد كنحيد لها هادا ك السيحكل من الجنب باش انني نحدد الجوانب ونقادهم. فهنا اخدي تلاببوش لوونت الكريمة البيضة ديالي بالملوين الازرق لانا كي ما قلت لكم من قبل فالوتام هو سبيدرمان يعني نحاولو ما امكان اننا ناخدو. الالوان متقاربة. بديت كندير بحال هاكا واحد الوريدات بهاد الشكل دو وزي على سبيدرمان كامل باش كيعطي واحد لما انا يدار جزوين. حاولت انني نمشي معاه كله. والجوانب كذلك مشيت معهم بوريدات قديتهم. يعني طريقة بسيطة جدا ماشي ديال الحلويات الواعرين اهولا ديال الباتيسري الواعرين. لكن يعني تقدري تفرحي بها ولادك كي يجي فيها واحد الماضاق غزال الغزال بزاف يعني احسن بكثير من ديال الزنقة. كي يجي فيها واحد الماضاق ديال قهوة اللي زوين زوين بزاف وكذلك من بعد ما كنسقيوها بها اكيد كتجي اه اعطيها ماضاق اكتر اكتر روعة. من بعد ما ساليت ديالي كذلك الجوانب درت فيهم وريدات غير هما اكبر من الوريدات اللي داتوا في سبيدرمان باش هكا كي يبانوا اكتر من جنب يعني طالعين. والجواني بحاولت انني نقادهم بسباتير اولا بموس لما كانش عندك سباتير اولا ممكن ديالي فيهم كذلك هتا هما غير وريدات يعني لكي الاختيار. درت فيهم هنا يا هاد الحلوة هادو الملونين اللي حتم عليها باش اعطاها واحد شوية ديال المنظر. ومن بعد خشيتها في اللاجه حتى الوقت اللي بغيت نحطها للوليدات ديالي عاد حتت فيها هادوك هادوك الواحد اللي غادي ينشعلو ديال الشميع وحتت فيها كذلك هادوك الواحد الفلامات اللي كي يشعلو. وكان هدا هو الشكل ديالها نتلقوا ان شاء الله في الفيديو الاخر باش نحط لكم طريقة ديال المملاحات ودياللي كاب كيك. خليتكم على خير نتلقوا ان شاء الله في فيديو قادم ما سخيتش.